موسيقى كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باش خد أبراهيم مقبول يا باش ايه دي؟ خن بلا من ايد ما نعدمها هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تابع المخابرات الإسرائيلية وهو دلوقتي تحت الإصلاح ما فهوش حد خالص مش معنى المبنى ديه بس اللي حنفجر أباشا ليه ما نفجرش أكثر عشان ربنا يكافينا أكثر احنا مش جاي نقتل أشح حسن احنا جاي ناخد فلوسنا ونمشي مش عايز غلطة لأ كل حاجة ماشية حسب الخطة اللي أنا نرسمها كلنا بكرة الصبح هنبقى في مصر وكل واحد حيبقى مع ملايين من الدولارات هني يلا مع أبراهيم عايز كل حاجة تيبقى طبيعية يلا مع أبراهيم هني أنا فيه سؤال كاتمه في قلبي من غزة لتلقى بيه إبراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في ضحيا محد قالك إن يعنيك حلوة جدا محد قالك إن أنت قسميني مش طبيعي الله ليه بس كده ووقتوا الكلام الفارغ داي إبراهيم يعني يا حبيبتي لو الواحد معبرش عن اللجواه في أي لحظة ممكن يفرقع يطق طبي الله اشتركوا في القناة شالوم 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 إيه؟ إيه أبراهيب، أنت متأكد أنك أنت فتحت تحكم بيل قبل بترميها؟ إيه أنا متأكد يا باشا، كنبيلة جول مبنى وجهزة للانفجاء ومال أنت فيها يا شي حاسر؟ مش عارف أنا أيبية، لكن كل اللي عارف أن أنا عامل كل حاجة صح بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك يا شي حاسر، يلا يلقى للقالة كل الهداد، للقالة كل الهداد بالتسوط بمجرد من فريني لكل الهداد للتسوط شكرا اشتركوا في القناة ايه ده؟ كان فيه سري حديد هنا ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت مش هينفع هنقطع يا باشا شش نقطع ايه؟ مش هينفع هننزل تحت نهدر شوية كم يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه؟ لا يا باشا مش هننسل انا حنقطع تنقطع مين يا ابن المجنونة؟ دكتر من تمانية متر نفذ الامر يومي كلنا حنزل لا يا باشا انا حنقطع احنا مجناش كل ده عشان نرجع ايه ده وره ويده قدام خطساتك هتنفذ وزي ما قلتلنا بالظبط انا قلت لأ انا مش جايبك هين عشان تموتوا العمار بيدي الله يا باشا وحيات ابويا مهرجع مهما حصل ما تخافش علي يا باشا ما تخافش انا المرضي مش هفشل انا حس ان انا حنجح ان شاء الله لا ابو سيدك يا باشا ما تحرمنيش من فرصة دي والله العظم ثلاثة حاجبها ثلاثة ربع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يصله واتلك لا يا باشا لما اخسرت في الاولوبيات كنت عارف ان اخسر حتى قبل ما نط انما المرضي حاجبها والمصحف الشريف حتيجي انا زمان يا باشا كنت محبط وعرف اونو مش طايق حياتي ما كانش عندي رغبة ان انا اعمل اي حاجة انما انا دلوقتي حاس ان انا امسان تاني انا كنت ضائع يا باشا انت خلتنا لقي نفسي يا بس ايه تكسبنا نط اسمع كلام ناجي بيا حسين لا يا باشا حتى لو لغيت العملية يا باشا حتى لو كلكم زلتوا تحت وستوني انا حستاني الان لوحدي وحاجري ونط الناحة تابع حسين انت الجننت لا ابراهيم ما تجننتش بالعكس انا عاقل جدا وعارف انا بقول ليه كويس والعلمك انا مش هنط النط دي عشان خطر الفلوس انا كل اللي كنت عايزه من الفلوس ان نعمل عملية ابوية انما انا ما بحبش الفلوس انا سيخة دي في نفسي رجايت لي يا باشا ودي بالنسبة ليه يا نطة السيخة زيني وقفة المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة